هذه بعض الوقفات مع ليلة القدر ولكن نتوقف أيضا مع فضيلة الشيخ عصام لو تحدثنا عن ليلة القدر الشيخ عصام ماذا نقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام وصن رسول الله وعلى آله وصحبه من ولاه وبعد فليلة القدر هي ليلة عظيمة الشأ جليلة الأثر ويعني كبيرة الأجر والمغفرة والأثار في حياة الإنسان وبعد وفاته في دنياه وأخرى وهي ليلة أراد الله عز وجل لحكمات اقتضاها أن تظل مغماتا على الأمة يعني لا يعلموا أحد لا يعلموا أحد باليقين لا يعلموا أحد لكن الناس تجتهد علامات بكذا بكذا هذا أمر يعني تركاه الله عز وجل لتقديرات الناس وعباداتها لكن إن حد يتيقن فيجزم النهاي يوم 21 كما اكتهد في ذلك الإمام النووي أو 23 أو 25 أو 7 كما اكتهد ابن عباس وعدد من الصحابة وغيرهم كل هذه في النهاية حتى العلامات اللي الناس بتقولها إن الشمس تبقى يجوه وإن الكلاب لا تنبح في هذا الليل كلها مسألة تدقيقات ونظرات وملاحظات أشبه بملاحظات فردية وإلا الكلاب تنبح في كل ليلة حتى في ليلة رمضان أمر لا تقدرش تنبطه وتحكمه وقد لا تسمعه في مكان واسمع في مكان آخر يعني مسألة الأجواء طيب هنلاقي في بلد الجو جميل في بلد الجو رطوبة زي ماليزيا في بلد الجو برد زي أوروبا وزي تركيا أحيانا لتركيا احنا كنا عايشين موجة وبتحرش دينا جدا وفدأ رعد وبرق ومطر فالشاهد اللي أصده يعني كل دي اكتهادات لنا الصحابة اللي لنا دي اللي النبا سمع أي يعني اكتهاد لنا فيها وكان خرج وسيقول نعم في هذه الليلة فتحاج جاء بعض الصحابة مع بعض اختلفوا مراء وجدال فهب هذا السبب ولا أصلا أراد الله أن تظل غائبة عن الناس أصلا الله حكمته أن تظل غائبة لماذا ليجتهد الناس وإلك أولا أحد يقول لك خلاصي عم طول السنة خريبها أي والليلة دي بنائص يعم أتحبس أحبس نفسي ده في قلب الجامع مش هتكي فيقول لك أتحبس أي وأعود واصدين نصايم وأضيها نمط للنهار ومن أول صلاة المغرب لحياة دي الفجر أعود صهل صلاة وذكر وطاعة وخلاص وقبل وبعد نحن زال فل 83 سنة مين هيعيشهم مثلا فده يدعو الناس للتواكل والتكاسل إنما الله عز وجل أراد أن يرغب الناس بهذا الفضل وأعزو النصيحة غالبا لا يحرص على لدد القدر إلا الذي هو حريص على طاعة الله طوال العام أيها الله صحيح لأنه بتاع المواسم ده حتى بيعملها كروتها شكلي فممكن تليه تاني يوم لو ضمنوا لو يعني حس أو خلص أو يعني ليلة التسعة وعشرين ليلة وتريه ليش الناس فيها ليه لك يا عمخ رمضان خلص خلص فالمسألة ترتبط بكثرة الطاعة والعبادة لله فأنا مش بقول ده بحبط الناس إنما أنا بقول يا جماعة أني التركيز دائما على رب العبادة وليس على توقيت العبادة لذلك يعني يقول أحد السلف من كان يعبد رمضان فإن رمضان قد مات نعم ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت نعم إذا أنت بتوعظ عشان رمضان رمضان شهر بيروح وييجي أيها إنما لو بتوعظ عشان ربنا خلاص يعني اليوم يعني سائلة بتسألني بتقول لي يوم واحد وعشرين ليلتها يعني بتقول لي أن هي حست أني دي ليلة القدر يعني أي أو بتقول أنا حسين بكده وبقيت خشعة في العبادة والطاعة ويطبعا مش محجبة بتقول لي أنا مش محجبة وطاعة طي محدودة وكذا هل ده يعني ونسوا لي يعني أنت فهي المسألة يجب أن أقول لك القصة قصة طيب يعني إذا أنت أحستي بلذة الطاعة والعبادة طيب ما يبقى ربنا أكرمك ومش عايز يحرمك منها ما تستمر ما تستمر فحبيت أخرج بمخرج آخر إن بعض الناس لا هو أنت يعني خلاص يعني كل ال كل الورعين والمتقين القصة مش كده قد يكون الله قد فتح بابا لعبد نعم وأرادا اللي يغلقه عليه عايز ياخد بإيده أي فده نقطة مهمة أيضا في ليلة القدر والتعبط في رمضان أن يا جماعة خلوا ليلة القدر اللي أنت عايز تكتهد فيها دي أنك أنت تصيب هذه الليلة خليها سببا اجعلها سببا لبداية وصولك لطاعة الله عز وجل طيب هو أي فضل الليلة حتى يعني من لا يعلم يعلم فضل ليلة القدر وفضلها كما ذكر الإنفغرافي معنا أولا نزول آخر الكتب وآخر الديانات وأصلا في هذه الليلة بعث محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يعني الناس مش متخيلة واخد قرآن نزل والقرآن نزل يعني ايه اقرأ باسم ربك الذي خلق ده البداية صح اللي هو ايه أولها ايه إنه بقى نبي صح بعثت النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل ده بتتنسي أيه إنه أصلا نزول القرآن معناه النبوة محمد صلى الله عليه وسلم آخر رسل الله وخير رسل الله جميعا فنزول القرآن النبوة محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسالات نعم إنه ختمة رسالات يعني ممكن أي نبي يتأبى في اليوم ده مثلا لكن رسالات لم تختم نعم لا هنا ختمة رسالات السماء وكذلك القرآن ختم كتب السماوات مش مجرد النزول بس أيه فتعملت جمع كل ده ده واحدة من دول كفاية تفضل اليوم طيب أنت يوم عشورة يوم عظيم عندنا آه لأن الله نجى فيه موسى من فرعون نجى الله موسى عليه السلام من فرعون من فرعون طيب وده يوم عظيم طيب ما بقى لك بقى بيوم ليلة القدر اللي نزل فيها القرآن واللي الوحي ختم الكتب السماوات به ختمة الديانات السماوية الآياب بقى بصورة القدر يعتنزل من الكتب والروح فيها وسلامه حتى مطلع الفجر أيه وخير من ألف شهر أيها يعني عمر الإنسان كله كل هذه أفضال تجعل الإنسان ينافس على هذه الليلة وعلى الطاعة فيها طيب